الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الأولياء والصالحين أما بعد إخوان وأخوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم الله في خير وعافية وصحة ونشاط واطمئنان وصرف عنكم ما تكرهون وقدم وقرب لكم البعيد وسهل لكم الصعاب وأراكم نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاكم وعافاكم وجعلكم من أحبابه المقربين أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم ليعم الخير وينتشر العلم ويعظم لكم الأجر بإذن الله تعالى ونبدأ بمجلسنا متوكلين على الله مخلصين له عز وجل صحيفة 232 يقول الإمام الهراري رضي الله عنه الآخرة أمرها شديد ثم عن الكلام أي يسأل عن الكلام بعض العلماء قال أمر الآخرة كما قال مولانا الشيخ رضي الله عنه أمرها شديد هذه كلمة قد الواحد منا يذكرها بلسانه وتمر وقد يسمعها الواحد وهو ينظر إلى التلفزيون قد يسمعها الواحد وهو يلهم عبنه قد يسمعها الواحد وهو يضحك لكن لو فكرتم وفكرنا بمعناها ربما زرفت العيون واضطربت الأعضاء والفرائص وارتجفت القلوب لماذا؟ لأن الأمر في ذلك اليوم أمر عظيم تخيلوا معي أن بعض الأولياء من شدة خوفه من الله كان في مجلسي قراءة القرآن من شدة خوفه من الله عندما قرأ القارئ صرخ هذا الولي ومات مات هذا من شدة خوفه من الله بعض الأولياء الصلحاء وبعض الخاشعين إذا سمع الموعظة ربما يصير كأنه أسقط في يده يعني يصير كأن عقله غاب من شدة الخوف من شدة الفزع أمر الآخرة ليس هينا يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن نتطعظ ونعتبر ونعمل لننجو في ذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه الآية الشريفة الزكية المباركة الطاهرة هي آخر شيء نزل من القرآن آخر آية نزل من القرآن هي هذه الآية من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بعض الناس يظنون أن آخر آية هي التي في المائدة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليست هذه آخر آية لماذا؟ هذه الآية كما سبت في الأحاديث وفي الأخبار أنها نزلت في حجة الوداع وكان يوم جمعة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات بعد العصر نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن انتبهوا معي الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات في حجة الوداع ما مات في حجة الوداع بل عاش بعد نزول هذه الآية التي في المائدة نحو سلاسة أشهر قريب سلاسة أشهر والوحي ينزل عليه والآيات تنزل عليه إذن ليست هذه آخر آية نزلت إنما معنى اليوم أكملت لكم دينكم يعني اليوم عندما نزلت الآية يعني اليوم أتمت لكم قواعد قواعد الدين أتمت وأحكمت أما بعض الفروع كانت الآيات تنزل تباعا بعد ذلك وآيات في عدة مسائل وأحكام نزلت بعد حجة الوداع كآية الكلالة هذه نزلت بعد حجة الوداع كآيات تحريم الربى كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا بعد تلك الآية نزلت فإذن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ليست هي آخر آية هذه عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها قريب ثلاثة أشهر أما الآية التي ذكرتها واتقوا يوما هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثمانية أيام هذه آخر آية آخر آية من القرآن نزلت واتقوا يوما ما معنى واتقوا يوما واتقوا يوما يعني خافوا ذلك اليوم والله عز وجل هو المخوف لنا من ذلك اليوم فمعناه كم يكون ذلك اليوم أمره شديد رأيتم كم يكون الهول فيه عظيم الله يقول واتقوا يوما يخوفنا بذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا إخواني الأنبياء والأولياء الذين هم أفضل خلق الله تعالى الأولياء والأنبياء والرسل هم أفضل خلق الله تعالى ولكن أنتم تعرفون أفضل شيء على الإطلاق من حيث الترتيب هم الأنبياء الرسل بعدهم الأنبياء الغير رسل بعد الأنبياء الغير رسل خواص الملائكة ثم بعد خواص الملائكة يأتي خواص أولياء البشر كأبي بكر وعمر بقية العشر المبشرين رضي الله عنهم هذا على الترتيب ثم يأتي عوام الأتقياء ثم بعض العلماء يقولون الملائكة ثم عوام الأتقياء بعض العلماء يقول ذلك فالحاصل أن أفضل خلق الله على الإطلاق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني على الترتيب الذي ذكرناه النبي الرسول ثم النبي الغير رسول وهكذا طيب مع ذلك هذا المقام العظيم الذي لهم كيف كان حالهم كيف كانت سيرتهم الشريفة الزكية المباركة يعني مثلا إذا كنا نسمع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويتهجد ويصلي حتى تتورم قدما هو عليه الصلاة والسلام انتبهوا ليس إلى حد الإضرار بالنفس وإهلاك النفس لا هذا لا يفعله الأنبياء إنما هذا التورم الذي يحصل من طول القيام مع شيء من الراحة يذهب فهذا ليس إلى حد الإضرار بالنفس فكان يقوم صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتورم قدماه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من زنبك يقول له يقول لها بلى تقول له فخفف عن نفسك هي تريد أن تخفف عنه تقول له هون عنك هي تريد أن تخفف عنه هون عنك أليس قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من زنبك يقول بلى أفلا أكون عبدا شكورا هذا سيد العالمين أفضل خلق الله على الإطلاق تتخيلوا يا أحبابنا إن مثلا الأئمة العظام الكبار مثلا كأبي حنيفة كان بعد العشاء قام يصلي في الليل بآية واحدة بآية واحدة ما كان يستطيع أن يتجاوزها إلى التي بعدها من كسرة البكاء والتأسر والخشوع هذا أبو حنيفة الإمام العظيم رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام الأوزاعي الذي هو من المجتهدين ومن الأولياء والدعاء عنده مستجاب وفي جنازته حصلت العجائب الإمام الأوزاعي يقال عندما حمل على النعش طار النعش فوق الناس ومشى بهم إلى حيث القبر ثم الناس سمعوا حول النعش وهو فوقهم فوق الناس يعني سمعوا حوله تسبيح بعض العلماء يقول هذا تسبيح الملائكة هذا الإمام الأوزاعي الإمام المجتهد بلغ درجة الاجتهاد المطلق وبقي مذهبه معمولا به في بلاد الشام بعده إلى مئتي سنة تقريبا ثم انقرض مذهبه من حيث العمل به بين الناس لأنه لم يدون تدوينا كاملا تاما من كل النواحي والقضايا والناس صاروا يقلد هذا الإمام وهذا الإمام فانقرض هذا لكن هو إمام معتبر رضي الله عنه كان يقوم الليل ويتهجد ويسجد على حصير خشن الحصير في تلك الأيام كان فيه عقد كان فيه عقد تخيلوا أنتم هذه العقد تصير كالحجارة لو واحد رجله عليها على هذه العقد وهو قاعد على رجله يعني ضغط ثقل على رجله رجله على هذه العقد ماذا يصير فيها وهكذا إذا سجد ربما كانت تحت يديه تحت رجليه تحت ركبه طيب هو على هذا الحصير الخشن يطيل في السجود ويبكي من خشية الله حتى يبتل التراب الذي تحت وجهه من الحصير حتى يبتل الحصير الذي تحت وجهه من الدموع فإذا أصبح الناس جاءت النسوة إلى زوجة الإمام جاءت النسوة إلى زوجة الإمام يعني زوجة الأوزاعي يرين هذه البقعة على الحصير ماذا يقولن لها أبال الصبي هنا يقولن لها أبال الصبي هنا تقول لا هذا من بكاء الشيخ في الليل هذا من بكاء الشيخ في الليل يعني الإمام الأوزاعي طيب أنا الآن كنت أردت أن أقول الحصير فقلت التراب لكن هناك قصة على التراب مع من مع سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هل تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي إذا كبر بكى إذا كبر بكى وإذا دخل في الصلاة وبدأ بالقراءة بكى حتى تنهمر الدموع على لحيته الشريفة الزكية المباركة الطاهرة العظيمة وتنزل دموعه على الأرض وإذا ركع بكى وإذا اعتدل بكى وإذا نزل إلى السجود بكى حتى يبتل التراب من دموعه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله التراب الذي تحت وجهه الشريف يبتل من دموع سيد العالمين صلى الله عليه وسلم وهذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين ولي الله الإمام المجتهد الإمام المجتهد الذي كان يلتقي بالخضر يقظة من؟ عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه تعرفون ماذا كان فعل وهو الرئيس الأول في الدولة الدولة الإسلامية يعني شو الرئيس الأول أعلى سلطة الخليفة السلطة مين أعليها؟ الرئيس اللي هو الخليفة طيب بعد الخليفة يأتي السلطان بعد الخليفة السلطان يكون دائما تحت الخليفة أعلى أعلى سلطة في مناصب الدولة الإسلامية هو الخليفة بعد الخليفة يأتي السلطان بعد السلطان يأتي الأمراء الذين ينصبهم السلطان أو الخليفة في البلاد ينوبون عن السلطان عن الخليفة ويأتي أيضا من القضاة هؤلاء بمعنى حكام هذه النواحي يقضون بين العباد في الخصومات في الأموال في الأحكام الحاصل أعلى 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 سلطة في الدولة رأس الدولة يعني الخليفة رضي الله عنه الرئيس الأول عمر ابن عبد العزيز تعرفون ماذا كان يفعل في الليل وهو الخليفة كم يكون عليه مشاغل يدخل إلى البيت وقد فرش موضعا من بيته بالتراب بالتراب يصلي عليه من غير حائل فإذا سجد على التراب بكى وبكى وبكى حتى يبتل التراب من دموعه هذا مين الخليفة الراشد أمير المؤمنين المجتهد المطلق عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه شوفوا يا أخوانا سيدنا عمر ابن الخطاب هذا الرجل العظيم الذي ورد في فضله الكثير وهو أحد المبشرين بالجنة وهو ساني الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق عمر رضي الله عنه وأرضاه وعمر هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر الرسول يقول رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مر لقد اتركه الحق وما له من صديق هذا رواه النساء إذا انظروا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهذا أمير المؤمنين ولي الله عمر رضي الله عنه ماذا قال فيه الرسول يقول إن الحق يعني الملك لا يتكلم على لسان عمر إن الحق يعني الملك لا يتكلم على لسان عمر يجري كلاما على لسانه أو يسدده يدفعه يحركه ليقول الحق هذا عمر عمر رضي الله عنه الذي كان أرسخ من الجبال عمر الذي كان على الأعداء كالموج الهدار عمر الذي كان على الجبابر والكفرة كأنه سيل جارف وكأنه بمفرده وكأنه بمفرده من الجيوش العظيمة التي تهجم على بلد وتدمر الظلم الذي فيه هذا بمفرده كأنه جيش عظيم هذا عمر الذي كان إذا ذكر عند كسرى وقيصر يرتجفون منه من هيبته رضي الله عنه كان ينام على التراب من غير حائل وكان يطوف حول الكعب بالمرقعة وكان إذا جاء الليل تقول زوجته ووضع جنبه على الفراش يتقلب إلى الفجر إلى الصباح يعني إلى الفجر مش إلى الصباح مثل اليوم عند العامة يعني الساعة عشر قبل الظهر لا إلى الصباح يعني إلى الفجر وهو يكون شو تهجد وقام الليل إلى الفجر إلى الصباح يعني إلى الفجر يتقلب على الفراش النار الحساب الموت القبر ثم ماذا تقول زوجته اسمعوا تقول كنت إذا رأيته قلت ستصبح الأمة بلا خليفة يعني تظن أنه سيموت من شدة خوفه من الله هذا عمر هذا عمر تقول ستصبح الأمة بلا خليفة بلا خليفة وإذا أصبح ارتعد من شدة خوفه من الله انظروا كيف كانوا رضي الله عنهم وكان كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر كفى بالموت واعظا يا عمر طيب إذا كان هؤلاء الأنبياء والأولياء والأئمة العظام والسادة الكبراء هذا حالهم من شدة تعظيم الله وخشيتهم من الله والخوف من الله ها والاستعداد للآخرة نحن العوام ماذا نقول نحن العوام الذين غرقنا في التقصير وغرقنا في الكسل وغرقنا في التأخر وغرقنا في ما لا ينبغي وأكلتنا الدنيا وكم وكم غرقنا في الأخطاء وفي الذنوب والمعاصي وفي قسوة القلب كم وكم تأخرنا وكم وكم نعيش في هذه الدنيا مع السهو واللهو ما هذا الحال ما هذه العيشة انظروا إلى هؤلاء كيف كانوا ونحن كيف حالنا الغير مرضي كيف حالنا الغير مرضي إذن فلنستعد قبل فوات الأوان عرفتم لماذا قال الآخرة أمرها شديد الآخرة أمرها شديد يقول ثم عن الكلام بعض العلماء قال ثم يعني يسأل بعد كل ما تكلمنا عنه في درس الأمس والذي قبله عن المعاملات وعن المال وعن 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 كل هذه القضايا هنا يقول ثم عن الكلام يعني ويسأل الإنسان يوم القيام عن الكلام لماذا؟ لأن كلام الإنسان من عمله والإنسان مسؤول عن عمله عن مطقه عن اعتقاداته مش بس عن كلامه حتى عن اعتقاداته أليس الله يقول يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر شو يعني السرائر؟ يعني النوايا ها؟ الله تعالى يكشفها يوم القيامة والله لا تخفى عليه خافية لكن هذا لإظهار حال بعض الناس للخلائق والعباد يوم القيامة أما الله لا تخفى عليه خافية هذا معنى ثم عن الكلام يعني الإنسان سيسأل وسيحاسب أيضا عن الكلام بعض العلماء قال لسانك ثعبان إن لم تحفظه يقتلك كما أن الثعبان إذا لم تتجنبه يقتلك بسمه رأيتم إلى هذا التشبيه لماذا شبه اللسان بالثعبان؟ لأن ضرر الثعبان يعرفه الناس الكبار والصغار الكبار والصغار وبعض الناس يخافون منه خوفا شديدا يرتعبون إذا كان هذا حالهم في الدنيا طيب كيف لك أنسعبان القبر وكيف عقارب جهنم وأفاعي جهنم إذا كان العقرب كالوادي في جهنم نسأل الله السلامة إذا كان العقرب كالوادي كالوادي في جهنم إذا كان عقارب الدنيا وحيات الدنيا بعض الناس يهربون منها إلى مسافات بعيدة بتقول لي بفسفينيس ما بيخافوا هؤلاء ندرة نادرة وفي بعض الأحوال يخافون أيضا وفي بعض الأحوال يخافون الإنسان مهما كان في هذه الدنيا جريئا الناس يعني عم نحكي العاديين إن كان قوة جسدية إن كان رمية رياضة ركض والسباق حتى يسابق الخيل شو ما كان في بعض الأحوال يخاف وفي بعض الأحوال يفزع وفي بعض الأحوال يضطرب كيف بعض اللاعبين الكبار تدهور صحتهم بعضهم يصيرون كالأطفال بعضهم يصيرون كالأطفال فإذن هذه أحوال بالدنيا بتتقلب أنا بعرف أنه كمان في ناس ولاد صغار قد يلعبوا بالحية ويلعبوا بالعقرب لكن هذا قليل أو هو النادر أما من حيث الغالب الناس يخافون من السعبان وهذا التشبيه ليقرب لأزهان الناس خطورة اللسان أنت لسينك بيتمك طيب هل بتجيب السعبان بتحطه بيتمك لا تقول لي شو هل حكي جيب السعبان بتحطه بعبك لا طيب بتجيب السعبان بتنامه معك تحت الحاف لا طيب يلسينك معك بكل الأحوال فلماذا لا تحذره ينبغي أن تحذر من لسانك أشد من حذرك من السعبان ما بتنام بالبيت إذا فيه فارة أحيانا أحيانا بعض الناس فارة بعض الناس إذا فيه صرصور بالبيت ما بينامه البعض لا نقول الكل وبعض النساء بتروع عن بيت إمها من الصرصور وإذا شايف الصرصور بتعربش على الكنابية وبعدين على حفة الكنابية الفوغنية على الحيط من الصرصور من الفارة طيب كيف لكان العقرب التي سمها يقتل كيف السعبان هل بتجيبوهم بتناموهم معكم بعبكن تحت الحاف تحطنوهم تحطوهم بتمكن وبتنامو لا طيب لسانك معك بتمك وبتنام وبتروح وبتجي وبتفئ وبتعد ولسانك معك وأحيانا لا تحذره وهو أخطر من السعبان أنت على الإسلام إن قتلك السعبان مصيرك إلى الجنة مسلم أما هيدا لسان بيوصل كثير من الناس على جهنم هيدا لسان بيوصل كثير من الناس على الكفر ثم إلى الخلود المؤبدة في جهنم فمين أخطر السعبان أو لسانك السعبان أم لساننا حتى ما حدا ينزعى ليش عاب يقول لسانك و لساننا يا أخي أنا معكم ما أنا منكم وأقلكم أنا أنا من عوام المسلمين يعني هذا اللسان الذي معنا أحيانا لماذا لا ننتبه له لماذا لا نحذر من ألسنتنا كما نحذر من السعبان بل ينبغي أن يكون حذرنا من اللسان من ألسنتنا أشد من حذرنا من السعبان ليش يا أخوانا قلت لكم كثير من الناس لسانهم بيوصلهم للكفر ثم إلى الخلود المؤبدة في جهنم أما السعبان لو كان أخطر سعابين الأرض ما حيفوتك على جهنم يعني بحد ذاته أنه لو لدغك شو يعني شو حيصير بتموت ما إذا أنت مسلم على الجنة أما لسانك إذا أطلقت وكيف ما كان وقعت في الكفر ومقت على الكفر إلى جهنم وتخلت في جهنم إلى أبد الآبدين وشوفوا اليوم أكثر المشاكل وأكثر البلاية وأكثر المصائب وأكثر قطيعة الرحم وتقطيع الأرحام وتهاجر الإخوة وتهاجر العائلات والأقرباء والأبناء مع الأمهات والآباء بسبب اللسان وبعدين شوفوا المحاكم كيف شغاله بسبب اللسان قالت له قلة ردت له ردلها زادت له طلاقة بالثلاثة رايحين جايين على المحاكم مشغلين هال القضاة ومشيخ المحاكم فيكم عم يأكلوا أموالكم بسبب لسانكم بسبب ألسينتكم لا تقبضوهم ولا تعطوهم مصاري وما تشغلوهم بحالكم ولا بالطلاق لا تطلق تصبر على زوجتك وتصبر هي عليك بيكون هذا الشيخ اللي قاعد عم بيقبض هناك أنت وغيرك وغيرك وغيره وغيره وغيركن لما ما توصلوا بسبب مخاطر اللسان إلى الطلاق ورايحين جايين بالعشرات وبالمئات عم بيطلقوا بيكون هولي شو اللي قاعدين قالوا الموظيفة هن وقالوا الراتب سابت ليش لا تشغلوهم وتقبضوهم زيادة وأكتر يروحوا يشتغلوا بخدمة الدين بدل ما عم بيقبضوا أموال الناس بالظلم والعدوان لأن هذا القانون الذي لا يجرى فيه عقد النكاح أو الطلاق إلا بالمال وإلا يعاقب بالقانون أو 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 هذا ليس من شريعة الله هذا ليس من السنة النبوية ولا من القرآن اليوم بعض المشيخ بيقبض ألف دولار على عقد النكاح ألف دولار وقالوا لي عن واحد هيك أطول من مضأة التوم هو أطول من مضأة التوم ما عبقول أطول هو أطول من مضأة التوم بلغني أنه شحن إلى قبرص سفروا يعني أخذوا على قبرص عمل عقد نكاح لامرأة مطلقة وما زالت في العدة رجع رجع غدا وبحر وعشر تلاف دولار بجيبته ورجع عطى مرأة أعطى إمرأة مطلقة في عدة الطلاق منتهت العدة على زعمه أعطاها لرجل ثاني يعاشرها بالزنا والحرام هذا قاضي بس منقضات جهنم هذا هون ببيروت قاضي في بيروت فعلى ذلك من شروط صحة النكاح شو يا أخوانا يا أخواتنا من شروط من شروط مش بس هيدا الشرط لحاله من شروط صحة النكاح أن تكون المرأة خلية شو يعني خلية من عدة وفاة أو عدة طلاق يعني ما تكون في عدة طلاق أن لا تكون في عدة وفاة اللي بيموت زوجها عنها عدة الوفاة أربعة شهر وعشرة أيام هجرية هجرية مش رومية هجرية أليس الله يقول في القرآن الكريم في سورة البقرة وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أربعة شهر وعشرة أيام هذه عدة المرأة المتوفة عنها زوجها هلأ إذا بتسألني طيب إذا كانت حامل العلماء بيقولوا إذا كانت حامل وليست حائلاً كانت حاملاً بعض العلماء يقول عدتها بانتهاء أقصى الأجلين هذه المرأة شو الحامل اللي ميت زوجها عدتها بتنتهي بأقصى الأجلين وبعض العلماء بيقول تنتهي العدة بوضع الحمل بعض العلماء يقول تنتهي العدة بوضع الحمل فمعناته إذا كانت المرأة المتوفة عنها زوجها ما زالت في عدة الوفاة بعدما خلصت ما بيصح تتزوج فلو اجتمع القاضي الأول والقاضي الثاني والقاضي الثالث والقاضي 713 كل ياتهم بأبرس واليونان وعملوا طاولة واحدة موصولة بين أبرس واليونان وحضروا كلهم على زعمهم عملوا لعقد نكاح لعنة الله عليهم جميعاً ليه؟ لأنهم عم بيجمعوا الناس على الزنا فيه ناس بتعرفوا بيقولوا له قواد وديوس ومن يجلب الزبائن للزانيات هو اللي بلفت وعم بيجمعوا الناس على الزنا وبينطبئ عليهم الحديث وقاضيان في النار القضاة سلاس قاضي في الجنة قاضي في الجنة وقاضيان في النار فإذن هيد القاضي الفاضي يلي عزعم زوج امرأة في عدة الطلاق ما خلصت لأنه شؤلنا عدة طلاق أو عدة وفاة بعد بالعدة ما انتهت إيجا عزعم زوجها لا يصح زواجها وهذه المعاشرة بالحرام وهذا خبيث ظالم ملعون لو في حاكم مسلم كان بيأدبه وبيشيله اللف عن راسه بيعمله مجلس تأديبي وبيمنعه من كل الوظائف الدينية ومن الخطابة والفتوى والقضاء والإفتاء وبيحبسه ببيته ليعد يتوب إلى الله ويتعلم جيه القاضي جيه القاضي فاضي فإذا هذا الإنسان الذي عمل هذا العمل الخبيث شو عمل أكل عشرة آلاف دولار بالحرام ليش عم بتشغلوهن وتعطون هالأموال شفتوا كيف قلت لكم بعض الناس ما بيعمل عقد نكاح إلا بألف دولار هذا بعشرة آلاف دولار ومنه عقد نكاح هذا شو جمعة زينة وعربدة باسم القاضي جمعة زينة وعربدة يعني ممن يؤمن الزينة للزانيات أو الزوان والزانيات والزنات والزانيات القاضي عزعمهم حسبنا الله ونعم الوكيل هذا شو سببه هذا أخطر من الثعبان لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحبي أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كان عليك أو لك النبي يقول من صمت نجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت شفت ليش قال الليسان كالسعبان وبعد أكتر من هيك اسمعوا ورد في صحيح مسلم وعند غيره أيضا عند عدد من الحفاظ أوردوا الحديث شو بيقولوا اسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج ذكر اللسان قبل غيره الفرج يعني الزنا أو اللواط هذا من الكبائر طيب ليش ذكر اللسان قبل الزنا واللواط قبل الفرج لأن اللسان يوصل إلى الكفر أحيانا أما الإنسان إذا ذهب فزن هذه معصية كبيرة وفسق وخبس وملعنة والزنا هو الذنب الثالث الكفر القتل بغير حق ثم الزنا بس إذا كان بيعرف الزنا حرام ويحرم الزنا ولا يستحله ولا يستحسنه ما بيكفر مسلم فاسق مسلم ظالم قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق هذا في الحديث بالأخير على رغم أنف أبي زر طيب معناته هذه كبيرة وفسق وفجور وملعنة وخبس ما في شك بس من كفر إلا إن استحل الزنا إلا إن استحسن الزنا وبدون ينتبهوا بعض الساقطين الماجنين المنحلين الوضيعين السفلة من الشباب والرجال والنساء يلي بيكون قاعدين عم بيحكم مع بعضهم ماذا فعل وأين زنى وأين ذهبت وأين زنت بعضهم ماذا يقول أحسن شيء بتعملوه هذا كفر خروج من الإسلام بعض السفهاء الكافرين أعداء الله كون قاعد مع رفقاته عم بيقول هديك الملعون الوقح اللي ما بيستحي إنه راح زنى الليلة بيقول شو بيقول له أحسن شيء بتعمله تخفف عن حالك بتفرفش لعنة الله عليكم هؤلاء كفر الذين يستحسنون الزنى هؤلاء صاروا كافرين صاروا خارجين من الإسلام كذبوا الله والرسول كذبوا القرآن كذبوا الإجماع أما غالب المسلمين لا غالب إذا وقع مش غالب المسلمين بيذن الله مراد غالب من يذن من المسلمين ومش أغلب المسلمين بيذنه لا إنما من يزني من المسلمين يعرف أنه حرام ولا يستحسنه ولا يحله هذا من نكفر هذا لا يكفر هذا مسلم فاسق من أهل الكبائر يجب عليه أن يتوب ويمتني عن ذلك أما اللسان أحياناً أنت وعب تمزح بتكفر لا بيروح على بشين يزني ولا بيدفع مصاري ولا 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 بس بكلمة هو عب يمزح وبيضحك بأقل من ربع دقيقة بيصير كفر خارج من الإسلام وإن مات على ذلك وخلت في شهنم مش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لاحظوا بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً وفي رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب بشو بالكلمة هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمزي طيب في القرآن الله عز وجل ما زقال اسمعوا هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم هذا القرآن شفت خطورة اللسان ومن الأمثلة على سرعة الوقوع في الكفر والخروج من الإسلام وإن مات على ذلك يخلت في جهنم إلى أبد الآبدين لأجل أن تعرفوا وتروا أن اللسان أخطر من الفرج واللسان أخطر من السعبان ما يحصل أحياناً بين بعض الناس المداهنين الذين يقعدون مع غير المسلمين هو بيكون منتسب للإسلام بيقعد مع ناس من أهل البدع والفسق والفجور بيقعد مع ناس كافرين بيقعد مع ناس بينتسبوا للإسلام بس هن بين كافر وفاسق شو بيقوله ييه أنت سنة هذا بيقوله أنت كذا بيذكر عدة طواقف شو بيقول هده المنحوس بيقوله ما في فرق بين كل ياتنا مثل بعضنا مراده في المذهب والدين شو قصدوا يديهنن صار كافر برب العالمين ليه؟ لأنه ساوى بين الكفر والإسلام وساوى بين الفسق والفجور والضلال والحق والصدق والصواب كلمة بس قاعد عم بيذيهن مخمن لحاله فهيم زمانه وهو شو بيطلع؟ سقيم مش فهيم سقيم بيكون قاعد آل عم بيسيرون بيجي بعضين بيقولك ييه أنا مأصدق أنا منويت أنا بس كنت عم بسيرون بسأله بشين نفرجيهم أنه نحن السنة مننا معاقدين عزpause عزعمك لتفرجيهم السنة مننا معاقدين بتقوم بتكفر بالله؟ ومين قال لك السنة معاقدين يعني شو بدي يقول يا جهول أهل السنة هم أهل الفهم وأهل الاعتدال وأهل الحق وأهل الصدق مين قال لك أنك عزعمك بدك تفهمهم أنه أهل السنة مننا معاقدين فتروح اتوقع حالك بالكفر وهذا كذب أهل السنة منهم عقدين بس أنت خبيث أنت جاهل أنت سقيم النفس مريض العقل والقلب وقعت حالك بالكفر بشان ناس فسق وكفر وفجر لا يحبوك لا تتقرب منهم كرميل الوظيفة كرميل دهن اللوز على الصباط وتجيل على الشعرات عاطينك وظيفة بشان تتحبب لقلهم رحت وقعت بالكفر ساويت بين الإسلام والكفر أو بين الحق والاعتدال والصدق والشرع والدين وبين الفسق والفجور والظلم والضلالة كيف يساوى بين هذا وهذا كيف يساوى بين ذاك وهذا كيف هذا لا يساوي بينهم إلا كافر أليس الله يقول في القرآن الكريم انتبه معي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله يقول لا يستوون وأنت يا جهول تقول ما في فرق كلنا مثل بعضنا كذبت الله شفته هدا منيسال وبيكون عبي يتدحك وبيكون عبي يتدحك وجلسة تانية من جلسات أبو جهل بيكون هدا عم بيقول له يه أنت مسلم بس أنا مني مسلم بيذكر طائفة من طواف غير المسلمين شو بيقول له هدا الجهلول والجهول والجهل والجهلين شو بيقول له بيقول له يه من احنا كلنا عبيد الله ما في فرق بين دين ودين صار كافرا برب العالمين الله يقول إن الدين عند الله الإسلام وانت يا كيفر يا ملعون بتقول ما في فرق بين دين ودين بتقول ما في فرق بين دين ودين تكذب الله لو كنت مثل ما بتقول يا كفور لماذا بعث الله الرسل لماذا أنزل الكتب لماذا خلق جهنم كان ترك الناس وما هم عليه شفته معا من اللي حاله فهيم وهو سقيم بعض الناس شو بيقوله عبارة هيك مركبة تركيب بيقوله داء دفين عيشة الفهيم مع البهيم هدا هيك هدا حالته هدا حالته هيك يعني جهول وغرقان بسطل الجهل لفوق راسه وعامل حاله فهيم بيقع بالكفر يساوي بين الإسلام والكفر تعرف لما بيقول ما في فرق بين دين ودين شو معناته يعني كأنه يقول إبليس ومحمد سواء بسواء كأنه يقول سيان كأنه يقول نبي الله إبراهيم والنمرود وموسى وفرعون سيان على زعمه كأنه عم بيقول ما في فرق بينتهم كأنه عم بيقول الشرك والتوحيد مثل بعض عزعمه كأنه عم بيقول الإسلام والكفر مثل بعض كأنه عم بيقول الإسلام وأديان الكفر مثل بعض هذا كرمالي ديهن الناس يكون خرج من الإسلام يكون خرج من الإسلام الله ماذا قال ورضيت لكم الإسلام دينا كيف أنت يا كفر عم بتقول ما في فرق بين دين ودين يعني عزعمك يجوز الوحد يعمل يهودي يعني عزعمك يجوز يعمل بوزي وهندوسي وسيخي لما أنت يا كفور عم بتقول ما في فرق بين دين ودين الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين انتبهوا يا إخواننا انتبهوا يا أخواتنا نحن في زمن أكثر الناس ضيعوا فيه الشرع نحن في زمن عم فيه الجهل نحن في زمن طم فيه الضلال نحن في زمن قل فيه من يتمسك بدينه إلى الممات صاروا بسبب المديهنة يخرجون من الإسلام بسبب الجهل يخرجون من الإسلام بسبب اللسان واللعب والمزح يخرجون من الإسلام بسبب الغضب يخرجون من الإسلام فإذا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الحديث الذي رواه مسلم أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج اللسان والفرج وفي حديث اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانتبهوا قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وين سبعين خريفا كلمة كلمة شو الكفر والضلال هذا قريب في المعنى من ذاك الحديث إن العبد هذا شو من صخط الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله من غضب الله عليه هو عم يمزح عم يلعب بيقول لك شو قلنا وشو فيها وشو صار شو فيها وشو قلت وشو صار فيها إنك صرت كفر وشو صار صرت أنت خارجا من الإسلام وشو قلنا قلت كفر وكذبت الله وكذبت الإسلام وصرت عدوا لله وإن ميت على ذلك خلت في جهنم مع إبليس وفرعون وإن لم ترجع للإسلام بالشهادتين ستخلت في العذاب إلى غير نهاية شفت شو صار وشو قلت وشفت شو فيها هذا شو سبب الجهل هذا سبب الجهل عرفتم لماذا شبه اللسان بالسعبان نسأل الله الأمن والأمان نسأل الله أن يختم لنا بكامل الإيمان وإلا فالأمر خطير لإخواننا وأخواتنا في لبنان نزف إليكم هذه البشرة والخبر السار المفرح أن الدروس الكبيرة والعامة رجعنا إليها وسنبدأ بها بإذن الله تعالى وسنعاود النشاط فيها كما في كل المجالس في الصفوف في المجالس العامة في المجالس الكبيرة في مجالس النساء في مجالس الرجال الآن الذي أريد أن أذكر به النساء في بيروت ومن كانت تأتي من خارج بيروت درس الثلساء صباحا الساعة العاشرة في الزاوية المحمدية في محلة البسطة الفوق رجع يعني بكرة التنين التلاتة سنرجع للدرس ودرس المساء رجالا ونساء في قاعة الجمعية في برج أبي حيدر رجع وسنبدأ به يوم السلساء بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب إذن السلساء صباحا الساعة العاشرة للنساء في محلة البسطة الفوق في الزاوية المحمدية رجع الدرس ورجع المجلس يوم السلساء أيضا مساءا للرجال والنساء بعد صلاة المغرب في قاعة الجمعية فهلموا إلى الخيرات إلى مجالس العلم والنور ختم الله لي ولكم بكامل الإيمان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته